مساء الخير مشاهدينا من أول رمضان لحد النهاردة أعمال كتير علاقت معنا سواء كانت مسلسلات أو تترات المسلسلات أو حتى الإعلانات وبقينا نستنيها من السنة للسنة فمعنا النهاردة الناقض محمد شميس هيكلمنا أكتر عن أبرز الأعمال الرمضانية اللي شغلت الجمهور من أول يوم أهلا بيك يا شميس أهلا بيك يا راناقل شون طيب شفنا في نفس المجلة نقض للفنان حسين الجاسمي رغم أن إعلانه مقصر الدنيا في مصر ومعلق مع الناس بطريقة كبيرة وصفته بأنه بيمدح فهلوة المجتمع المصري إيه نقدك عليه؟ بالضبط أنا شايف أن العمل مؤثر جدا وحقق جماهرية وشعبية كبيرة جدا وتحية عن الكل صنعه وستاذ أيا من باكت أمر وستاذ عزيزي الشفعي والفنان الكبير حسين الجاسمي لكن عندي مشكلة في فكرة الفهلوة معناها الشعبي معناها الشعبي معناها سيء أن البني آدم مش لازم يكون دارس أو مخطط أو مذاكر لأي حاجة علشان يتصدر لها إحنا ممكن بالفهلوة أنه ماشي أي حاجة في الدنيا فهذه حاجة سلبية في ثقافة المصريين ما ينفعش نمتدحها أنها كشكل إيجابي لأن النواة دي من الأغاني لما بتثبت عند الناس في اللوعي بتخليهم بعد كده بعد السنين طويلة أو لو طفل بيسمع الحاجات دي هيكبر هيبقى فاكر أن الفهلوة دي حاجة حلوة لأ دي حاجة سلبية إحنا محتاجين نتعمل معها بشكل إيجابي ممكن يكون الصناع ما كانوش قصدين ده بس يعني أنا دوري كراجل صحفي أو راجل يعني بحلل الأغاني بالمنطلق ده إن أنا حاول أقول ملاحظات لتحسين جودة العمل وتحسين الصناعة فيما بعد يعني من وجهة نظر الشخصية من غير مصادرة ومن غير ما نقول للناس إيه صح من الغلط يعني ملاحظة للصناع يحطاه في الاعتبار يعني كمان أنا عندي أزمة في فكرة إن إحنا بنتكلم عن الإعلام بنقول أصمرانية وعونه صمرة فالتنفيذ بقى بتاع الإعلان ده ملوش علاقة بالصناعة اختاروا النجمة أحمد عز طبعا نجمة عظيم وكبير بس هو أبيضان يعونه ملونة فهو ضد المفهوم اللي اتبنت عليه الأغنية خصوصا الجملة اللي هي أكتر حاجة بتتقرر اللي هي جملة الثانية فكان مفروض بقى ندور على نجمة تانية يعني كنا ممكن نبدل بقى نجيب محمد رمضان مثلا نخليه سيب اتصالات ويروح لأورنج وهكذا يعني يعني دي ملاحظات تخص يعني الصورة العامة للعمل مش أكتر كبار النجوم السنوات دي قدموا إعلانات مميزة جدا وعلقت مع الجمهور زي عمر دياب طبعا محفظ الألقاب للجميع تامر حسني أنغيم محمد رمضان حسين الجاسمي روبي مين الكسبان السندي فيهم؟ وعلى أي معيار الأفضل بتشوفوا أنه هو لا دا اللي أنا اختاره أفضل عندي مجموعة من المعايير أهم معيار أنه احنا بنتكلم عن مغنيين هم نجوم البوب ميوزيك في الوطن العربي كله فلازم في الإعلان أو في التتر أو في أي حاجة تخص رمضان يقدم لي حاجة مختلفة تماما عن اللي هو بيقدمها في الألبومات بتاعته إحنا عندنا الألبومات أغلبها ألبومات عاطفية بتتكلم عن الهاجر والفراء ومشاعر بحبك وبتحبيني فبالتالي اللي قدر يخرج بره الإطار دا وقدر يمشي مع الهوية اللي عملاها الشركة اللي هو بيعلن لها يبقى هو دا اللي نجح فعمري جاب ماسك اللاين دا بقاله كذا سنة ونجح فيه انكسر الدنيا عجبني برضو السنة دي الإعلان بتاع إليسا جميل جدا برضو هو تقريبا أكتر إعلان تشاف من حس المشاهدات يعني على اليوتيوب وكده وعندي برضو الإعلان الجميل جدا وأنا بشوفوا الإعلان النموذجي اللي هو إعلان محمد رمضان وأنغام لأن فيه ميكس زي ما بنقول للشرق مع الغرب بنشوف حد بيغني غنى أقرب للكلاسيكية مع فنان بيغني مهرجان ورب هو من أهم الناس اللي بتغني راب ومهرجان وشوفنا بقى عظمة الأستاذ طارق مذكور إزاي قادر يعمل التوليفة الموسيقية ما بين الاتنين يعني أنغام وهي بتغني لها تيما موسيقية مختلفة عن التيمة الموسيقية فيما يخص التوزيعات مختلفة عن اللي بيقدمها محمد رمضان والاتنين بيلتقوا مع بعض في جملة السينيو بشكل غير مفتعل وشكل نحس أنه هو سلس جدا لكنه هو لما نيجي نحلله كابل ورقة والآن وموسيقيا ونقعد نشوف تفاصيله نلاقيه صعب جدا يعني فأنا بشوف ده أكتر إعلان مميز السنية دي يعني موسيقى موسيقى